السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي كل عام وحضراتكم بخير النهاردة إن شاء الله هنبتدي عامل الدراسي الجديد عشرين أربعة وعشرين طبعا هيكون فيديو بتاعنا النهاردة فيديو حل كتاب المعاصر وحدتنا الأولى اللي هي بعنوان Around Town وقبل من ابتدي في وحدتنا الأولى في الفصل الدراسي الأول Around Town حابب يعني أقول لكم على البلان بتاعتنا استنادي إحنا إن شاء الله هننزل برضو شرح المنهج بالكامل مش بس كده فيه منفاجأة حلوة إن شاء الله كل فيديو هنشرحه هينزل لك ملف تحت الفيديو في سندوق الوصف وهينزل لك برضو على صفحتنا على الفيسبوك هسيب لك الرابط في سندوق الوصف فيه الشرح اللي إحنا هنقوله بالأمثلة بتمرنات حاول تتضرب وتحل معايا يعني هنشرح grammar وهنزل لك ملف grammar هنشرح الكلمات والnotes مش هنسيبها السنة دي برضو وهنزل لك ملف برضو بالكلام ده كله اللي حابي يتابع معنا النهاردة طبعا هنبدأ نحل يا ريت ما تنساش في التعليقات اكتب لي لو انت فاكت درجة السنة اللي فاتت واكتب لي المحافظة بتاعتك وهسيب لك تامرين النهاردة يا ريت تحلو علشان كده نبدأ نشجع الناس ونشوف فيه تفاعل انتظرونا إن شاء الله برضو في حل جميع الكتب الخارجية وكتاب المدرسة يلا بينا يبتدي مع بعض بدايتنا إن شاء الله هتكون من 28 من صفحة 28 lesson 1 و 2 اول حاجة هنا على definitions وال definitions طبعا اللي هي ايه جمل على التعريفات يلا كده نشوف اول جملة بيقول لي means cars حاجة معناها سيارات lorries اللي هي السيارات اللوري and motorbikes اللي هي الدراجات البخارية الموتسيكلة يعني that use a road اللي بيستخدم ال road يطرى مين ده مين اللي هو عبارة عن cars و lorries و motorbikes مين اللي يعني مجموعة من السيارات وال motorbikes والايه وال lorries traffic اللي هو طبعا المرور وحركة المرور ports اللي هي الميناء او المواني بعد كده ports اللي هي معناها اجزاء بعد كده عندك stations اللي هي معناها محطات طبعا عرفنا الاجابة الاجابة وضحت اللي هي طبعا كلمة مين كلمة traffic حركة المرور 29 صفحة 29 بيقول لي a large park حضيقة كبيرة or open area او منطقة كبيرة where scientists العلماء study plants بيدرسوا النباتات and the trees فين بقى المكان اللي العلماء scientists العلماء بيدرسوا plants trees والاشجار يطرد canter garden اللي هي معناها الحضانة botanical garden اللي هي الحضائق اخدناها في الكلمات وهنا اخدها تاني برضو الحضائق النباتية public garden حضيقة عامة city garden اللي هي حضيقة المدينة طبعا هنا بيتكلم عن botanical garden اللي هي الحضاك اللي هي النباتية بعد كده بيقولي calm اللي هي haddy and quite haddy bar domain معناهم فين الكلمة اللي بتدينا معنى calm ومعنى quite خاصة او مميز ولا كيرفول حريص او حزر useful مفيد peaceful امن او هادي او يعني لطيف طبعا calm and quite وعدي كده عندي بيقولي there are a lot of attractive gardens يعني attractive gardens حضائق جذابة in our city في مدينتنا the word attractive means كلمة attractive دي معناها هي attractive احنا قلنا معناها جذاب او beautiful عندي هنا large اللي هي معناها عريض او واسع او كبير interested اللي هي معناها مهتم اقلي سيء او قبيع بعد كده عندي beautiful اللي هي طبعا ايه جميل يبقى beautiful بتساوي كلمة attractive بعد كده عندي بيقولي the antonym antonym يعني مضاد of the word peaceful is يعني عايز هو هنا عكس كلمة antonym دي يعني عكس او مقابل زي ما احنا بنقول يعني بتساوي كلمة opposite عكس كلمة peaceful اللي هي haady noisy مزعج calm haady slow بطيء comfortable مريح هو هنا عايز عكس haady اللي هي طبعا ايه كلمة noise اللي هي مزعج بعد كده عندي هنا بيقولي the prefix اللي هي البادئة gives the opposite of the word usual طيب تعا نفهم الجملة نشوف بس الكلمة دي لها prefix يعني ايه prefix دي اللي هي البادئة وعندي كلمة اسمها suffix اللي هي النهاية يعني ايه بدأ انا مثلا عندي كلمة زي كلمة happy سعيد لو انا عايز اجيب عكسها بضف لها prefix اللي هو هو الحرفين من هنا unhappy دول اسمهم بادئة يعني حاجة بتيجي في بداية الكلمة نما suffix في الاخر يعني مثلا عندي كلمة زي مثلا كلمة اه اه لما قول عادة الدولة بقى اسمهم ايه اسمهم هو هنا عايز اللي ينفع ينضاف بريفكس اهو بادئة قبل كلمة يعني اللي ينفع يجي قبل كلمة في دول تعا نشوف يعني ينفع عضيف طبعا غير عادي او غير معتاد اللي هي معناها عادي وغير عادي بعد كده بيقول يعني ايه اللي هو المرادف خلي بالك يبقى انت عندك مرادف وتضاد مرادف كلمة حديث حاجة جديدة يعني بتساوي ايه معناها قديم ده العكس معناها قديم معناها مشهور اللي هي معناها جديد يبقى طبعا كلمة جديد هي هي كلمة بعد كده بيقول النهاية بتدينا الصفة يعني اللي ينفع ينضاف لكلمة في الآخر علشان تكون صفة اللي هي مفيد هيلبنس ولا امي نتي والله ينجي طبعا عندنا كلمة في الإنجلش اسمها هيلبفول ده أدجكتف صفة طبعا يبقى نختار الاف يو ال بعد كده عندي بيقول they arrived arrived يعني وصلوا at school at seven o'clock الساعة السابعة the underlined word الكلمة اللي تحتها خط لها كلمة arrived means تعني اوه يعني الكلمة دي معناها ايه thought الماضي من think معناها يفكر boat الماضي من buy معناها يشتري reached الماضي من reach اللي هي معناها يصل played اللي هي طبعا يلعب طبعا arrived ساوي reached بعد كده بيقول if something is لو شيء نقط it's enjoyable ممتع and exciting اوه عايزين حاجة معناها ممتع وشيء boring ممل tiring متعب interesting شيء bad say طبعا interesting بعد كده عندي بيقول there are a lot of monuments 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 اللي هي author in luxor monuments here means of the past times ايه معنا monuments احنا قلنا اللي هي معناها اثار اللي هي الاشياء القديمة all buildings اللي هي مباني قديمة ولا fresh buildings مباني حديثة ولا leader buildings مباني guild ولا modern buildings مباني جديدة طبعا all buildings بعد كده عندي بيقول اسمالية is beautiful اسمالية جميلة زير are buildings and interesting monuments طيب طالما هي جميلة يبقى المباني اللي هناك مالها نوصفها نقول عليها بورينج مملة attractive جزابة beautiful natural طبيعية weak ضعيفة طبعا attractive لها معناها جزاب بعد كده ننتقل بيج 30 صفحة 30 بيقول the pyramids are one of the most wonderful الأهرامات واحدة من the wonderful in the world في العالم واحدة من the moments لحظات monuments are sore dictionaries قواميس corners زاوية أو ناسية طبعا monuments are sore بعد كده بيقول there are a lot of هناك الكثير من on the roads على الطرق this morning هذا الصباح saw Mr. Ahmed was late for work عشان كده Mr. Ahmed اتأخر اللي كان كتير وخلى Mr. Ahmed يتأخر care يعني اهتمام بعد كده كلمة peace اللي هي معناها السلام traffic المرور جوس عصير طبعا كان فيه زدحام مروري I have a lot of colorful fish in there الأسماك الكلور دي بقى اللي هي الملونة ديت موجودة فين في الميزيم متحف bank library aquarium معرض أو متحف الأحياء المائية عمي حلو جدا في الرياضة at hand pole بعد هاول حاجة هنا بقى صعوبة أو بالكاد طوى especially وخاصة وخاصة هو حلو في الرياضة وخصوصا فيه مميز في هاول في الهان بول اللي هي كرة اله كرة اليد a or an is something that people build حاجة الناس أما تبنيها to remember an important person or event شخص أو حدث mountain الجبل monument author aquarium معرض الأحياء bank البنك طبعا ده monument a or an is a large area of water with land around it منطقة كبيرة من الماء وحواليها أرض عندي هنا oasis اللي هي الواحة lake البحيرة island جزيرة beach منطقة كبيرة من الماء وفي أرض حواليها طبعا دي تعريف lake اللي هي البحيرة we can form the word peaceful from the noun peaceful ديت جاية من الاسم اي يعني أساس كلمة peaceful ده كان اي قبل منضف لها f y l النون منها peace ولا peace السلام ولا peace سعر طبعا كان معناها peace اللي هو السلام 20 بيقول you can make an adjective from the verb use by adding اللي ينفع ينضاف لكلمة use علشان نحصل على ال adjective اللي ينفع لكلمة طبعا useful اللي هي معناها اي معناها مفيد to give the opposite of the word natural we add the prefix اللي ينفع ينضاف قبل كلمة اي قبل كلمة natural يعني natural دي لو احنا هنجيب حاجة ونحطها قبل natural هنضيف اي اللي هي معناها غير طبيعي بعد كده بيقول this machine does many things اللي بتعمل حاجات كتير it's very يبقى اللي دي مفيدة تعني نشوف الاختيارات peaceful آمنة وهدا useful مفيدة careful مهتم helpful لسبيلة فايدة طبعا useful محمد صلاح is a famous sports star نجم رياضي مشهور this means that he is ده معناه هو ايه برد شعر بالملل lazy كسهول unknown مش معروف will known معروف جدا طبعا will known بعد كده عندي اول حاجة بيقول Adam to his work late yesterday وصل الشغل متأخر بالامس arrived arrive in وarrive at مكان كبير وصغير مش هتنفع got لي got to يصل الى reached ما بيجيش معها حرف go وعندي found وجده got to وصل الى we always نحن shopping on friday بروح نعمل shopping يوم الجمعة اول حاجة بيقول لي هنا كلمة shopping بتاخد يا طرق بتاخد go ولا find ولا save يوفر ولا بيك يغبز طبعا go shopping يذهب للتسوق اختبر اختبر اتقانك للمفردات رقم 1 how can i get to the library ازاي اروح المكتبة قالوا from the school من المدرسة go نقط on and turn left طيب هو هنا عايز كلمة بشكل مستقيم اسمها go نقط اي طبعا احنا لازم نكون حافظنا في الكلمات اسمها go straight on اللي هي امشي مباشرة go straight on وهكذا فهمنا فكرة التمرين رقم اتنين نقط ازاي عايز كم تبعد او كم المسافة كم تبعد اللي هي طبعا اي اللي هي المكان طبعا ده شوية هنحاول نكتب اللي how for بعد كده عندي هنا بيقول does it take to get there عايز كلمة كامل مدة قال text ten من تكامل مدة اللي هي طبعا اللي how long بعد كده عندي أين تقع it's port side and south عايز كلمة بين طبعا كلمة بين اللي هي between بيجمعها دائما كلمة and بعد كده بيقول people live there عايز كامل عدد كامل عدد اللي هي معناها في الكلمات how many بعد كده عندي بيقول what does it look like يعني عايز الوصف بتاع there are buildings and lots of gardens عايز عندنا في الدرس في كلمة attractive وممكن اكتب كلمة beautiful عادي ما فيش اي مشكلة بعد كده عندي هنا التمرين التاني بقى بيقول لي بيقول لي بيطلب مساعدة من الساح بيطلب مساعدة من مرشد بيقول ممكن تساعد ني طبعا حد بيقول ممكن تساعد ني اقول sure of course okay بيقول how can i get to the metro station ازاي اروح المترو station ممكن اقول له مثلا go straight on and turn left اي وصف طبعا مفيش مشكلة سأل سؤال قال no it isn't very far لا مش بعيدة بنشيل no ونسأل is عشان موجود هنا فعلا مساعد عندنا is it far وما تقلقووش مجهز لكم فيديوهات كتير عن حل المحادسة can i go there on foot ممكن اروح سيرا على الاقدام ممكن يقول sure بعد كده اخر سأل السؤال قال it takes about ten minutes to get there سأخذ 10 10 يبقى كامل how long عندي here takes فعل does does it does it take بعد كده عندي هنا محطة ثاني zain is asking marawan about his city عن المدينة بتاعت بيقول where do you live marawan تعيش في marawan is between يبقى طبعا قال where i live in is maali i live i live in is maali i live in is maali is 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 it where is maali is maali about 350 thousand people live there 350 1000 1000 شخص عايش هناك كما عدد يبقى how many people live there بعد كده قالوا what does it look like اوصفها قالوا نقط i like gardens انا بحب الحضائق يبقى ممكن نقوله في حضائق يبقى there are lots of gardens are there any monuments هل في اي عصار ممكن نقول له yes there is او sure او of course بعد كده عندي هنا الجزء الاخير اختبر مدى اتقانك لكتابة الفقر a place you visited اكتب عن مكان انت زرته او اكتب عن نيورج سيري عن المدينة بتاعتك بعد كده هنروح للانجوج 36 اول جملة بيقول لي he was born هو ولده at 27 november 27 november طبعا 27 november ده كاللي بالك لو جاب لك november بس ده شهر الشهر ياخد ان انما ده كده طالما فيه يوم يبقى احنا بنقول عليه بقى تاريخ والتاريخ هياخد مين طبعا هياخد ان يبقى لجابة الصحيحة هنا المفروض ان احنا هنقول ان the museum is the corner في النصية طبعا كلمة corner ديت بتاخد اي بتاخد حرف on يبقى on the corner يعني على النصية او في النصية بعد كده بيقول لي does حيتم go shopping the afternoon بعد الظهر احنا قلنا فترات اليوم كلها in the morning in the afternoon in the evening كلهم بياخدوا in بعد كده بيقول i usually go to the sports center Friday الجمعة غيام الاسبوع بتاخد اي بتاخد on the museum is a good place to go the weekend الاجازة بتاخد at the weekend بعد كده بيقول لي i always go to the park انا بروح البرك saturday morning السابت السبح طبعا هنا saturday morning تحديد فترة صباحية هوت واليوم يبقى on saturday morning بعد كده بيقول لي lunch time i visit my cousins كلمة lunch time اللي هي وقت اي وقت الغداء طبعا بتاخد at lunch time بعد كده عندي هنا بيقول لي the library is opposite to مش حاجة اسمها opposite to اللي بتاخد to طبعا مين ناكس اللي هي بجوار the library is on the museum ومديني end the restaurant مين اللي بتاخد end مين لازم يجي معها and طبعا بتوي twin اللي هي معناها اي طبعا معناها بين at saturdays i get up at 7 بقوم الساعة سبعة هي من الاسبوع بتاخد اي بتاخد on يبقى on saturdays وبعد كده عندي بيقول لي from the station go straight go straight dead بيسمها go straight اي go straight on يعني يمشي مباشرة they like to visit winter الفصول السنة سواء summer winter كله ده بياخد مين بياخد in he is not here the moment كلمة the moment بتاخد في هذه اللحظة اسمها add the moment بعد كده عندي بيقول لي the farmers usually start working down في الفاجر فترة الفاجر بتاخد add down بعد كده بيقولي clothes were very different الملابس مختلفة the 18th century في القرن 18 دي فترة زمنية in the 18th century my house المنزل بتاعي is on there opposite of the street corner المنزل بتاعي of the street corner ممكن نقول اي يبقى is on the right على اليمين او on the left من يمثوا عادي ما فيش مشكلة they travel to the hub holiday العجازة تاخد on بعد كده عندي هنا i did the chris world انا حددت الكلمات المتقاطعة five minutes في خلال او في غضون تاخد in five minutes lucy was standing the right of the picture كلمة the right of بتاخد اي طبعا on the right of بعد كده عندي بيقول لي she usually gets up half past eight ده طبعا ساعة او وقت بياخد ايه add بعد كده عندي تمرين على listen one or two base thirty seven سبعة وثلاثين بيقول لي يوسف ask is hasan about how كيف he catch زي الحق the bus to the zoo الباست اللي رايح فين الزو حضيقة الاي حضيقة الحيوانات اول حاجة بيقول له where can i catch the bus to the zoo من اين الحق الاوتوبيس اللي رايح الزو قال له حاجة قال له the bus stop محطة الاوتوبيس يبقى سأله طبعا يبقى هنا قال له ايه from the bus stop هتروح محطة الاوتوبيس فطبعا هو رد بتاعجوب قال له محطة الاوتوبيس وراح ايه سأله طبعا ايه سؤال قال له go past the museum عدي على المتحف and then turn left the bus stop is on the right ده ده بيوصف لطريق the bus stop يبقى انا سألتك قلت لك ايه where is that او where is the bus stop اين توجد ال bus stop انا مش عارف هروحها ازاي ممكن توصفها لي فهو بدأ ايه يوصف له طيب قال له is it far away هل هي بعيدة قال له حاجة it's just a 10 منت سوق 10 دايق ماش يبقى هنا طبعا قال له no بعد كده سأله سؤال قال له yes i have visited it before زرتها ابلي كده يبقى هنشيل yes هنا have ده فعلي مساعد اه طالما ورا فعل يبقى ينفع اسأل بيعدي يبقى have will i تحول الى you وبعد كده هسيب visited زي ما هي have you visited it هل انت زرتها قال له yes i have visited it before did you enjoy your time there هل استمتعت بوقتك هناك yes sure او yes of course او yes i dead بعد كده عندي سؤال اختيارات اول حاجة عندي عايز اديكم واجب بها هنا كده سنة ثالتة هحل لأول ثلاث جمل واسيب لك ثلاث يعني الثلاث اللي بعدها a or an is a place where you can borrow and read يعني ايه بورودي ترجم معي بورودي يعني يستعير او يستالف في المكان يستعير منه اكويريوم حيئة مائية مكتبة مكتبة ميزية ماتحف طبعا المكتبة ماتحف 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 شيء ماتحف ماتحف شيء اكثر من عادي حسن الحظ مميز تقريبا تقريبا تقليدية تقليدية ماتحف غزة opposite opposite يعني العكس بتاع كلمة modern عكس كلمة حديث old قديم new جديد fashionable عالموضة unusual غير عادي modern يعني جديد عايز عكسها يبقى عكسها اي عكسها old old اللي هي معناها اي معناها قديم opposite of modern عكس كلمة مين عكس كلمة modern بعد كده بيقول you can hear any traffic أو you can't hear any traffic هنا ما فيش اي traffic this means it's very طال مش سمعين ترافك بقى المكان دقي useless بلا فائدة terrible peaceful آمن noisy مزعج اكتب بقى عندك ده يبقى واجب اكتب في التعليقات بس الرمز أو الكلمة بعد كده بيقول we can give the antonym عكس كلمة known by adding the prefix قال إن فإن ضاف قبل كلمة known un in ir im if you want to borrow لو عايز استلف and save money وتشيل فلوسك you can go to that الفلوس بنشيلها فين library المكتبة bank station aquarium معرض الاحياء المائية بعد كده عندي 38 بيقول of add traffic مرور quiet إلى حد ما peaceful هادي places اماكن ده سؤال طبعا جديد في تالت عددي بنختار أربح كلمات من دون مطروح أول حاجة ليا مرسى مطروح is a beautiful city مدينة جميلة there are a lot of attractive here in the city فيها attractive ايه هناك طبعا فيه attractive places فيها أماكن رائعة يبقى places هتتكتب في رقم واحد بعد كده بيقول there in مطروح is not slow ومش بطي and there are isn't much pollution ويعني ما فيش تلوث كتير يبقى هو هنا بيتكلم عن من عن traffic المرور وحركة المرور بعد كده بيقول لما تروح is but it isn't boring لكنها ليست مملة يبقى هادية بس الهدوء بتاعها مش لدرجة المال اللي يبقى peaceful حد يقول طب ما معناها هادي لأ معناها لحد ما لان كلمة هادي بتبقى لإيه كده داخل بالجوه تمام مش نختار دي هنختار peaceful في حاجات كتيرة ممكن نعملها وخصوصا the weekend كلمة week ends لإيه لاجازات تاخد ايه حرف الجر ايه of ولا ايه طبعا add the weekend يبقى في اتنين مش هنختار هنختار وكلمة mean quiet بعد كده عندي سؤال تصحيح خطأ بيقول ايام الجمع الايام بتاخد on بعد كده my house is opposite to the pink احنا قلنا to على طول يبقى مين نكست بعد كده بيقول جودي goes to the sport center بتروح المركز الرياضي of the afternoon on Saturday يبقى طبعا كلمة afternoon هتاخد مين هتاخد in the afternoon بعد كده i live a small village in the south of Egypt عيش في طبعا live in بعد كده the museum is a good place to go the weekend كلمة week بعد كده عندي هنا آخر حاجة في الدرس الاول والثاني review ونسماعليا مقال نقض عن اسماعليا وده متجاوب في نهاية الكتاب وإحنا إن شاء الله مجاهز لكم لف لكل الموضوعات بعد نهاية كل واحدة دي آخر جزية في lesson 1 و2